اشتركوا في القناة احتاجها الفريق ديالك وعندك ادارة تقنية عندها عين تقيبة ولكن حداري ثم حداري فرق بين السرعة والتصرع تعاقدات خاصة تم بطريقة منروسة وبطريقة عقلانية تجنبا للمشاكل وشفنا السنوات الاخيرة محترفين لجول البطولة ديالنا مقدمة ولا اضافة والبعض منهم ملعب ولا دقيقة واخداو مبالغ مهمة الفائدة ايضا من تعاقدات المبكرة تعطي فرصة للعبين الجدد باش يتأقلموا مع الفريق وكتعطي ايضا فرصة للمدرب باش يعرف المجموعة اللي غي يشتغل معها ويطبق الافكار التاكتيكية دياله في حلقة ديال اليوم كما اول عادة سنعطيكم الجديد قبل ان ندخل التفاصيل نعود على الدعم ديالكم يعني ديروا لايك اشتركوا في القناة وفعلوا زرست نبيهات باش دائما نصلكم جديد اول باول طبعا الى كنكشفكم محتوى اللي كنقدموه وعلى نصف حال فيسبوك والانستغرام اللي بغا الشرق في يوم سنخليكم لينك ديروا في اول تعلق ندخلوا في التفاصيل نبدأ لحد يدير على فريق الرجاء الرياضي اللي اليوم احسن جوجي الصفقات هو يتعلق الامر باللاعب عبدالله خفيفي في صفقة انتقال حر قادما من امو سلال القطري عبدالله خفيفي 30 سنة كيلعف محور الدفاع لاعب عنده خبرة وتجربة يعرف حق المعرفة البطولة المغربية بحكم على انه جاور لسنوات مولدية وجدة وكان هو قائد الفارق لاعب كيمتاز بشخصية قيادية داخل رقاعة الملعب يوقفهم زيان كيمتضم الصفوف كيمتحدث مع اللاعبين وهذه المسألة كتسبها بالخبرة والتجربة دياله على مرس السنوات في البطولة المغربية ايضا كيمتاز بعملية البناء قوي جدا في الاتحامات الهوائية وكيمتاز ايضا في الكرة التابتة شفناه في العديد من المرات كيمتازجل اهداف اكيد على ان الراجع محتاج اللاعبين في الدفاع منطينة عرض الله خافيف يعني شفنا الراجع هذا الموسم عانى كثيرا دفاعيا واستقبل العديد من الاهداف بطريقة سادجة نتيجة العديد من الأخطاء الدفاعية الكاريتية وكي تنافس على الألقاب ستكون في التشكيلة ديالك لعبين شباب وايضا لعبين عندهم خبرة وعندهم تجربة ومع الخروج المرتقب لللاعب الهدودي اللي غديمشي لإحدى الأندياء الخارجية يعني في محور الدفاع غد يكون حركاس وحداه عبدالله خفيفي يمكن يكونوا تعاقدات أخرى أكيد إلي جاء عبدالله خفيفي وبين الإمكانيات دياله وبين على أنه يستحق على أنه يحمل القميس الرسمي ديال الراجع غيكون رسمي يعني حركاس وخفيفي كعرفوا بعدياتهم زيال بحكمة لأنهم لعبوا في مولودية وجدة وهذه المسألة يمكن سهل المأمورية على عبدالله خفيفي باش يتأقلم مع غرفة الملابس ديال الراجع أكيد على أن الجماهير الراجعوية تنتظر الإضافة وتنتظر الشيء الكثير من هات اللاعب استفقة الثانية اللي حسمها الراجع اليوم يعني يتعلق الأمر باللاعب الجنوب إفراقي هاشين دومينغو هذا اللاعب عنده 27 سنة صانع ألعاب ديال ماميلودي سانداونس الجنوب إفراقي كان رسمي مع الفريق الأولى الإصابة لضرباته هذا الموسم يعني هذا الموسم ملعبش لقاءات كثيرة لعب 18 الماتش سجل فيهم جوجي للأهداف وعطى أربعة ديال الأسيستات لعب كيمتاز يعني بالمراوغات دياله تكنيسيان بالنظرة التقيبة القيمة التسويقية دياله في تانسفر ماركت 700 ألف دولار هذا الموسم انتهى العقد دياله رفقته ماميلودي سانداونس الجنوب إفراقي وكان مراقب من طرف العدي بناء الأندية ولكن في الآخر الراجا كما كنقوله فاز بالخدمات دياله الشيء اللي كانت منه على أن الراجا تكون كتحمير عصا من حيث العقود يعني اللاعب يأتي ولكن يكون مثلا شروط في العقد دياله يلاجأ وقدم إضافة ولعب عدد من المقابلات أعطى فيهم أسيستات تشجيل أداف من بعد ذلك يمكن له يأخذ يعني دي بونيس و دي بريم لأن كيف ما قلت من قبل بعض اللاعبين تيجيوا تكونوا عوالين عليهم تيجيوا ما تنساجموش و ما تتأقلموش مع الدوري المغربي وفي الآخر تصدق معهم في المشاكين وخصصك ندفع لهم مبالغ مهمة يعني تيبان من خلال العديد من اللقطات ما تنساجموش مع هذا اللاعب لاعب مزيان لاعب ساهم في العديد من اللقاءات بالأسيستات دياله وبالأهداف دياله واحقق العديد من الأرقاب رفقته ماملو دي سندانس رجع الرياضي أيضا في مفاوضات جدا متقدمة مع المهاجم الطوغولي إسماعيل أغوري 27 سنة يلعب في الدوري الإتيوبي والأرقام دياله أكثر من رائعة يعني منذ التحاقه بالدوري الإتيوبي لعب 47 مقابلة سجل فيها 35 هدف يعني سجل تهديفي أكثر من رائع ولكن مخصناش نسوي أحد المسألة مهمة جدا الدوري الإتيوبي دوري جد متواضح شيء اللي تبان على أن اللاعب قوي كيمتاز بالاتحامات الهوائية البنية الجسدية قوية وأيضا الفينيشين دياله مزيان هناك العديد من الأندية في مفاوضات أيضا مع هذا اللاعب خصوصا من تونس يعني اليوم خرجات العديد من الأخبار تتأكد على أن الترجيء التونسي أيضا في مفاوضات جد متقدمة مع هذا اللاعب الشيء اللي تنتمنى من الإدارة الرجوية هو التريد فيما يخص صفقة يعني شفنا في السنوات السابقة تقريبا منذ رحيل بين مالونغو ما جاء شيناف عوضنا من الإمكانيات بين مالونغو يعني شفنا كوياتي وشفنا احتخابة للعب الموسم السابق صراحة ما قدمش إضافة يعني نزيد على اليوم العادي من الأسماء الأخرى حتى شي واحد ما جاء وقدم الإضافة المرجوة منه والمركز دي الرأس حربة مركز حساس بكل ما تحمل الكلمة بمعنى يعني بعض الحيان هذا اللاعب إلا كان عندك مزيان كيترجم لك الفرص الأهداء وإلا كان اللاعب محتاج على أنه يتخلق له سبعة أو تنية دي الفرص الحقيقية للتسجيل بس يشجلك هدف كي يضيع مجهود الفارق نمره لفريق الويدات الرياضي الذي يقترب من تجديد عقود العديد من اللاعبين الركائز كان تحدث علاق العملوت عطية الله جبران والحسون وهذا ربعا دي اللاعبين كان اعتبرهم العمود الأساسي في تشكيلة فريق الويدات الرياضي وكان قالها رئيس الويدات الناصري بالحرف الواحد في واحد المقابلة الصحفية وكان تفق معاه أهم حاجة في الميركاتو هو تحافظ على الركائز الأساسية لذلك الفارق لما تتحافظ على الركائز الأساسية كتحافظ على قوام الفريق ويمكن لك نفس على الألقاب كان تزيد عليهم واحد ثلاثة ولا ربعا دي اللاعناصر يعني كلهم يقدمونك الإضافة وهذا الركائز الأساسية شفناه من هذا الموسم وخاف بعض اللقاءات المستوى دي اللهم كي يطيح مثلا نعطي كل عملوت للبداية دي اللاعناصر يعني لم يكون على أحسن ما يرام ولكن شفناه في المقابلات الأخيرة خصوصا في المقابلات المهمة والمصارية أرجع لمستوى دياله نفس الشيء ينطبق على اللاعب زبران وكذلك اللاعب عضية الله يعني باستثناء اللاعب الحسوني للمستوى دياله تراجعة تدريجين هادموسم اللاعبين اللي هدغت عليهم صراحة دائما لما يحتاجون من الوداء كي يلقاه ولما كتجدد عقود اللاعبين الركائز كتستافد من جوجي النواحي إلا بقوا معك اللاعبين راك يقدمونك إضافة وإلا ما بقوا معك كتستافد من ناحية المادية وانا تنشوف على أن الاندية ديالنا خصوصا الاندية التي ستتمكنها في المسابقات الخارجية يجب أن يحافظوا على اللاعبين الركائز خصوصا الوداء والراجا المقبلين على المشاركة في البطولة العربية نزيد عليها الوداء غشارك في السوبر الإفراقي إلا ما حافظت على اللاعبين الركائز كيف تشدر في البطولة العربية يعني كنا نشوف المركات الخيالي لكي يدروا الدور السعودي التعاقد مع رونادو زياش في الطريق مفاوضات مع بونو لوكاكو يعني العديد من الأسماء يعني ستلعب مع الهيلل ولا تلعب مع الاتحاد جدة ولا تلعب مع الأهلي بحل يلاعب مع باير ميونخ ولا يلاعب مع البارسة إلا مشيتي عندهم ونتم تدل نصف الفرقة ديالك أرا ما غدير بتشي حاجة يعني تنظر على أن الخطوة إيجابية لفريق الوداء الرياضي نجاة في سلوة الأخيرة وأثبتت النجاح ديالها وتنتمنى على أن جميع الأندية ديالنا يحافظوا على اللاعبين الركائز لكي على الأقل يبقوا في ذلك المستوى اللي هما فيه يعني وشفنا بعض الأندية اللي باعوا اللاعبين الركائز ديالهم لبعض منهم قريب من القسم الوطني التاني وكان تحدث بالتبت على الدفاع الحسني الجديد يعني خليوا لي لأراء ديالكم في التعليقات لغاية الويداد لا تنظر على أن كان شيء مفاوضات مع لاعبين وحتى لكان شيء حاجة الويداد الموسم ما زال مسال ينفس على لقب البطولة المغربية عنده مقابلة مهمة ضد سريع واتزم والويداد ينتظر أي تعطر للجيش الملكي لكي يمكن يرجع له كما نقول الأمل لكي يمكن لكي ينفس على لقب البطولة الموسم كنا نعطي على أن الويداد متأخر بثلاثة النقاط على الجيش الملكي خليوا الأراضي يكون في التعليقات فيما يخص المركاتو الصيفي للأنديا المغربية كيف تشوفوه وشك تضنوع لأنه ستكون صفقات كثيرة وشك تضنوع لأنه سيكون ركود يعني في المواسم السابقة تقريبا إلى 70% إلى 80% من الصفقات كلها كانت صفقات مجانية ستكون لدينا حلقات ستحدث بها في التفصيل على جديد الأنديا المغربية كالعول على الدعم لديكم أكبر عادة ممكن من اللايكات لكي نكمل في التعطية المركاتو كان معكم قناة السلام وعلي